أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نرجع لأرض الملعب وزمينا فرقو صلاح ولقاء مع أحد النجوم اللقاء الحقيقة بدون منازع اللعب عمر خالد كاستيلو اتفضل يا فرقو من جديد كل التحية لكابتن هيسم السعيد ولكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة تقونات الندلالي في كل مكان طبعا مش هزيد على الكلام لحضر ده كلتو كابتن هيسم وواحد من نجوم اللقاء عمر خالد كاستيلو كاستيلو برحب بيك على شاشة تقونات الندلالي كابتن هيسم السعيد الواحد من نجوم اللقاء واضح ان الكابتن هيسم السعيد بيحب عمر خالد وكلنا وجمهير النادلالي بيتصق وبتحب عمر خالد حبيبها فروق وطبعا بحقية كابتن هيسم وبشكره على كمان الجميل دوت وبحقية كم شاهدين قناة النادلالي مباراة مهمة جدا بعد فترة التوقف والارتباطات المتخب المصري كان مهمة جدا النادلالي يرجع بالقوة دي يرجع بالحلال البداني دي امور كتير جدا نتكلم عليها النهاردة في المباراة بعد الفوز على فريق سموحة طبعا النهاردة كنا لعب في الاتناد سموحة فريق محترم معام دارب محترم ودعبها محترمة فكان لازم نحترم اللقاء جدا نحن تقريبا كان اخر ماتش لينا كان يوم سبعة واشين حداشر النهاردة سبعة واشين واحد فتاريبا عادنا فترة كبيرة قوي ما بنتجمعش كنا في المنتخب كان في رايبت في المنتخب كان عندنا معسكرات سفنة صعداء وقطر رجعنا كان فيه ناس بتتمرن هنا بجدية مع كابتن طاري محد شوية في تمامين خالص رجعنا وقفنا على رجلينا كان لازم النهاردة نقدي ماتش بشكل كويس انه بعد فترة طويلة من رجوع فكان لازم ان احنا نحترم الفرقة وقافينا على رجلينا بالمنظر دي كابتن محمد بسيوني المدير الفن الفريق سموحة في الكلاء اللقاء معاه قال كلمة المهمين قالك لازم قدام النادي الاهلي حتى النادي الاهلي ولو بلعب بفريقه الأساسي أو انت بتاع بفريقه الأساسي لازم تحتفظ بتركيزك وبعد تغلط قدام النادي الاهلي صلبك ذلك ؟ نحن نحن نشارك المنمثل بالكнения مع ام فرقة كبيرة بتاغ region هلUS الأدوات المستبدل لهذا النهاب اكم 눌러ظ300 طبيعاً أنك تغلط طبيعاً أي فرقة يجب أن تغلط بس ما تغلطش كتير إنها مثلاً بدلاً ما تغلط خمس غلطات تغلط غلطتين عشان تقدر تكسب هو ده اللي بفرق فرقة عم فرقة في الوحضرة المنافسات التيلة دي كاستيلو عايز أكلمك بلسان الجمهور ويعني خليني اسمحل أن أتكلم بلسان الجمهور جمهور النادي الأهلي يقول لك إحنا مستنين كتير من فريق كورتلياد عارف يضغط عليكم كتير وعارف أن الفريق ده بيعد للمستقبل وأمور كتير جداً عايز تقول الجمهور النادي الأهلي الجمهور بيصق فيك والجمهور بيحبك والجمهور مستني منك كتير يا كاستيلو هو طبيعاً ما فيش حد في النادي الأهلي معلوش ضغط طبيعاً إنك مطالب إنك تحقق كل بتولها مطالب إنك تحقق كل مكسب ولازم من منظرك كويس طبعاً جمهور النادي الأهلي دي وبقى في ضهرنا وكل حاجة ونحن منطلبهم بمساندة الفترة الجاية إحنا في رقى سنوان الفاتي تكسبنا كاس وكسبنا كاس كوس ما بنخسر كل حاجة ما نكسبنا كل حاجة وده المطالب إحنا نكسب كل حاجة بس ما نخسرنه كل حاجة فبنطالب جمهور النادي الأهلي سندنا وده الطبيعي بتاعهم هم كي كي دائماً في ظهرنا دائماً واجب علينا إن إحنا نفرحهم واجب علينا إن إحنا ما نزعلش حد بنهم يعني سوكو فينا إحنا جايين والموسم دوتا إن شاء الله هنقدم في كل ما نقدر عليه عشان منخسر شواله بطولة ونحق منيكو وطبعاً نفسنا يبقوا موجودين يعني دي أهم حاجة أنهم لازم يبقوا موجودين في المدرجات يعني تحضير النفسي خلال فترة الماضية والاستعداد للمرحلة دي كابتن طريق محروس تتكلم معاكو في إيه أهم النقاط اللي يتكلم علىها في التحضير النفسي الخاصة بهذه المرحلة إحنا طبعاً جينا من المنتخب تقريباً يوم عشر واحد تقريباً من أسبوع تقريباً ما جاءناً إحنا بقنا في فرقة أسبوع مثلاً أو عشر تيام كان كلامنا كله إن إحنا بقنا فترة كبيرة بعيد فلايزم نخش جوغل فرقة لازم نعرف أخطاء ما اللي فاتت إيه ونصلحها في الفترة الدائية ديت لازم كل واحد يقف عند مستوية نشوف إلي نقصوا وإلي نعملوا عشان الفترة اللي جاية مش مستحملة مش مستحملة أي أخطاء مش مستحملة أي حاجة أنت هتلعب خمس مطشاط في ظرف أسبوعين تقريباً كوية اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين دل المرحلة الأولى فأنت مش مستحملة أي أخطاء فكل واحد لازم يقف على أخطاءه كل واحد لازم يبقى موجود جوة الفرقة عارف دوره بتعمل إزاي كنافسياً خلاص أنت مش مستعد للفترة ديت مش محتاج إن حد يهيئك أنت ككداً متركز ومستعد للفترة دي الفترة صعبة جداً فترة دوري ما ينفعش للهزار فيها يعني كابتن هايسام السعيد بيحب عبر خلي كاستيلا عيس تقول لي لك كابتن هايسام السعيد أشكره بقول له بنور كشاشكات النادي لألي ودايماً في ظاهرينه ودايماً أن باسم أبا تفرج عليه أنه دائماً في ظاهرينه في ريت كورت اليد فبقول له ربنا وعانا إن شاء الله ونكمل على كده وربنا يكريمه طبعاً ويكمل مسيرته الإعلامية أنا كنت نسكت واتبسطة أبا تفرج عليه في الباسكت كورت كاستيلا بالتوفي في اللقاء حبيبة فروت اسلامي ربنا خليك